السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي درسنا اليوم يتحدث عن قصة أصحاب الأغدود منذ زمن بعيد كان يوجد ملك جبار ظالم وكان الناس يخافونه فكانوا يعبدونه ولا يخالفون أوامره وفي مكان بعيد عن قصره كان يعيش راهب يعبد الله وحده وفي هذا الوقت ظهر غلام زكي والتقى بالرهب الذي أخذ يحدثه عن الجنة والنار والثواب والعقاب وعن خلق السماء والأرض وفي أحد الأيام شاهد الغلام دابة عظيمة تمنع الناس من المرور وهم خائفون منها فأخذ الغلام حجرا وقذف الدابة به وهو يقول اللهم إن كان كلام الراهب حقا فاقتل الدابة يبقى الراهب كان يحدث الغلام عن الجنة والنار والثواب والعقاب وعن خلق السماء والأرض الغلام وهو يقذف الدابة بالحجر كان يقول اللهم إن كان كلام الراهب حقا فاقتل الدابة فماتت الدابة وسار الناس مسرورين انتشرت قصة هذا الغلام بين الناس حتى وصلت إلى الملك وكان بين رجال الملك رجل أعمى فذهب الرجل إلى الغلام وقال له شفني فرد عليه الغلام قائلا إن آمنت بالله ودعوته شفاك آمن الرجل بالله ثم دعا الله أن يشفيه فشفاه الله ورد عليه بصره ونظر الملك إلى الرجل وأخذ ينظر وينظر وهو يقول للرجل من الذي رد إليك بصرك قال الرجل ربي وعندئذ تحلل وجه الملك وقال في فرح نعم أنا الذي شفيتك فرد عليه الرجل قائلا لا إن الذي شفاني هو الله قال الملك وهل لك رب غيري أجاب الرجل نعم ربي وربك هو الله وحده غضب الملك وبعث جنوده إلى الغلام فأحضروه إليه فقال له الملك كيف رددت على الرجل بصره قال الغلام أنا لم أرد عليه بصره ولكن ربي عز وجل يستجيب دعاء المؤمن إذا دعاه قال الملك تقصدني أنا طبعا فأنا ربكم جميعا رد الغلام لا إن ربي وربك هو الله الذي خلقني وخلقك وخلق كل الناس وخلق كل شيء في الكون أمر الملك رجاله أن يعذب الغلام حتى أرشدهم إلى مكان الراهب فجاءوا به وقال له الملك ارجع عن دينك فرفض الراهب بشدة فوضع الملك المنشار في رأسه حتى شقه نصفين ثم جاء بالغلام وقال له ارجع عن دينك فرفض الغلام أمر الملك رجاله أن يأخذ الغلام إلى جبر مرتفع ثم يقذفوه من أعلى الجبل وعندما بلغوا قمة الجبل دع الغلام ربه أن يحميه فاهتز الجبل برجال الملك فسقطوا جميعا رجع الغلام إلى الملك فقال له الملك ماذا فعل رجاله معك رد الغلام بقوة حماني الله حماني الله تعالى منهم فبعث الملك رجالا آخرين وأمرهم أن يقذفوه في البحر فدع الغلام ربه وغرق رجال الملك وعاد الغلام سالما إليه فتعجب الملك من أمر الغلام وأصر على أن يقتله وعندئذ قال الغلام أيها الملك إذا أردت أن تقتلني فاجمع الناس جميعا في مكان واحد ثم ربطني على جزع شجرة وخذ سهما وضعه في القوس ثم رمني به وأنت تقول بسم الله رب الغلام ففعل الملك ما أشار به الغلام ثم رماه بالسهم فوقع السهم في وجه الغلام ومات فقال الناس جميعا بصوت واحد آمنا برب الغلام قال الجنود للملك لقد حدث ما كنت تخافه فقد آمن الناس كلهم برب الغلام وتأكدوا أنك لست ربا لهم فغضب الملك على من رفضوا أن يستمروا في عبادته وعبدوا الله وحده أمر الملك الظالم بحفر الأخاديد الأخاديد هي شطرين الشقوق المستطيلة في الأرض وأشعل فيها النير وألقى المؤمنين وهو جالس مع جنوده على الكراسي حول الأخاديد ينظرون إلى المؤمنين وهم يحترقون ثم أنزل الله سبحانه وتعالى سورة تحكي هذه القصة وهي سورة البروج سورة البروج هي سورة مكية أنزل الله على سيدنا محمد سورة البروج وأقسم الله فيها بالسماء وبروجها ونجومها وبيوم القيامة على هلاك من حفروا الأخاديد وأحرقوا المؤمنين فيها وأنه تعالى سيحرق الكفار الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في نار جهنم في يوم يشهده جميع الخلق أما المؤمنون فلهم الفوز العظيم لأنهم أطاعوا الله ولم يعبدوا غيره فهو مالك الكون كله وهو الذي أهلك فرعون وجنودهم كما أهلك كل الطغاة الظالمين ونجى المؤمنين ونصرهم على أعدائهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوحي محفوظ معاني الآيات البروج منازل الكواكب الأخدود الشقوق العظيمة في الأرض كالخندق الأخدود الشقق العظيم في الأرض كالخندق نقموا أنكروا فتنوا عذاب المؤمنين بأن ألقوا بهم في النار فتنوا عذاب المؤمنين بأن ألقوا بهم في النار بطش ربك أخذه الجبابرة بالعذاب بطش ربك أخذه الجبابرة بالعذاب